ماذا تفكر في رمضان في الغربة؟ رمضان في الغربة ليس سهل يجب أن يكون بعيداً على أهلهم يجب أن نشعر ونذهب ونحبط يجب أن نذهب ونذهب ونذهب يجب أن نذهب إلى الصباح ونذهب إلى العشية ونذهب إلى غضوة برمي فول مليزي ميقل لهم عايشي أنا عشت معهم وشفتهم ستاديق المساكل من الكاشر حتى رمضان كما يقول للأquent والآدان يتوحشوا الأدان لا يستمعوا الأدان يمثلوا كونالة الجيغية أو الجزائرية يشوفوا الأدان وتفكروا هذه أخي خلاص أنا أسكن في الغربة ونعيش رمضان أجواء رمضان في الغربة مرات عندما نتحدث مع الوالدة في التلفون ويأدن الأداني بالصدفة ونقولها أنها أسكنو غير قبل إذا وحشني نسمع بطيث هل حشني على الغربة? نعمuxه أسابقهم